في غياهب السجون الاريترية يعيش مئات الصيادين اليمنيين بعد قرصنة واعتقالات تعصفية يتعرضون لها من قبل قوات خفر السواحل الاريترية التي لا تفرق في الاختطافات بين طفل صغير او شيخ في ظل خذلان منقطع النظير من قبل الجهات المعنية في الوقوف الجاد وحماية الصيادين في حجر عملونا يا ستنفار سووا لي ضرب فلت الحجرة كانت لي هنا يضربنا خلال اليومين الماضيين فقط واصل اكثر من خمسين صيادا يمنيا كانوا مختطفين في السجون الاريترية التي اقتادتهم من عرض البحر اثناء ممارسة مهنة الصيد امام السواحل اليمنية الصيادون المفرج عنهم كانوا على متن خمسة قوارب مجهزة بالمعدات والمكائن وغيرها من الادوات البدائية المستخدمة في صيد الاسمار وما هي الا بضع دقائق من تواجدهم في المياه الاقليمية اليمنية حتى تم مهاجمتهم واطلاق الرصاص عليهم من قبل القوات الاريترية التي اختطفتهم بصورة تعصفية واقتادتهم الى السجون التابعة لها لا ينتهي الامر هنا فمن بين هؤلاء الصيادون اطفال لا تتعدى اعمارهم الثامنة عشر تم نقلهم الى سجون وتعذيبهم واجبارهم على الاعمال الشاقة خلال الايام الماضية قبل ان يتم وضعهم في قارب واحد واعادتهم الى ميناء الاستياد السمكي في مدينة الحطيدة على الجانب الاخر يسيطر سؤال لا سواه على اذهن اسر الصيادين اين دور الجهات الحكومية المعنية لحماية الصيادين في الوقت الذي يتم فيه اختطافهم من داخل المياه اليمنية وشيرينا انه وخلال السنوات الاخيرة مارست السلطات الارترية لاختطافات بحق الاف الصيادين اليمنيين وصادرت قوارب ومعدات الصيد دون اي تحرك حكومي جاد يحفظ كرامة الصيادين والسيادة الوطنية من التعصفات التي تمارسها البحرية الارترية ترجمة نانسي قنقر